أنا أعتقد أن شفت حاجة مبارعة في المنتهجة وحصلت وكانتش بتحصل كتير أعتقد أن يمكن دي حاجة الوحيدة اللي يمكن هو عملها ويمكن دي الرد على في المؤتمر الصعب أقولك أنا اشتغلت على إني إزاي أفك التكتل لما بلع فرقة دفاعية بالضبط هو عمل حاجة وحيدة أسألك سؤال قبل ما تقول هل منتخدنا ممكن يقبل فرق عندها تكتل دفاعي في قارة أفريقيا في الفترة الجاية؟ في المراحل الأولى اللي هي التمهيدية عندنا تقريبا ملاوي برضو في المراحل الأولى التمهيدية إنما بعد كده أنت بتقبل فرقة أنت اللي بتتكتل إحنا اللي بنتكتل ما هي دي اللي أنا بتكلم عليه أنت يعني هي دي نقطة أنا عشان كده بسألتك سؤال هل إحنا شكلنا اختلف تنظيميا هو عمل حاجة واحدة بس شفتها في المباراة أنت بتعتمد بقى مش على صلاح بقى أنت بتعتمد على زيزو بتعتمد على التزيجي أو أي أن كان الشكل الهجومي بتاعك هو عمل حاجة في المباراة وبرضو فيها صلاح عشان يكونوا خد بالك أننا دائما كنا بنشوف في ماتشاتنا مع المنتخب صلاح بطار في ملاحة المين بالشغل هذا إنباراح بيعمل حاجة طول الناطش الشهد بعمل يدخل صلاح لجوه ويطلع زيزو من بره يدخل صلاح فكده دي عندنا في التدريب اسمه خلق مساحة يعني أنت بيتلاقي عليك صلاح اطلع من بره ويأخذ الراجل وخش الجوه وطلع زيزو لما تشوف صلاح جابت جوب منين جابه منها حد تانية واخد بالك استلم جوب 18 منها حد تانية واتحارة فهو دي دي لما تتكلم على تكتب فأنت بتعمل حاجة لازم اسمها خلق المساحة خلق المساحة أنا أنا بسلم نفس المدافع عمري بيلعب عليهم واخده نازل عشان فواحدة يستلم في المكان اللي أنا خدت منه عمري فهو كان بيشتغل على دي أعماله وخد صلاح لجوه خل زيزو الشهر بحريته كان بيعملها مرموش من بره بس في الوقت لما بيطلع زيزو بيبقى أربعة فراودة كان بيسبت حمادة وبيسبت مين طريح عمري كل ما افتكر ماتش السنغان والمرأبة من كلبالي صلاح على صلاح وأول ما كان صلاح بس بلاسترم الكرة كانتين ثلاثة بيروحوا عليهم هل لو كان الفكرة أن زيزو برضو لو صلاح كان بيتحرك التحرك ده مع بلا حدك بتقول عليه وياخد مكان صلاح كانت الأمور ممكن تختلف على فكرة شوفناه لما زيزو نزل ماتش لما زيزو نزل وما كانوش عارفين زيزو وما عارفين صلاح عملنا شكل كويس إنما لما بتعرف سيسو خد بالك يعني كان سيس بيلعب باكليفت الفاكرينه ولا في السنغال الباكليفت اللي هو اللي عمل ضربة الجزاء ده لعب مميز جدا بس لما بيلعب عليه واحد وبتخلق مساحه ونزل زيزو عمرت شغلانه كده واخد بالك إنما مع الفرع الكبيرة دي يا طول العيبة المحترفة العاليين أو دول ما بتخلق مساحه خد بالك ما بيلعبش على المان بيلعب على المكان واخد بالك فأمتى تيجي تروح صلي من نفسك وتمشي بالسلامة أنا وقف نستني اللي يجيلي يعني ما ينفعش اللي احنا بنقول لها لا لازم فكره متطور الوضع اختلف الكلام اللي أنا قلته مبارح ده تعمله مع النيجر ومع كتير من الفرع الأفريقية اللي انت في المستوى ده المريكي تخش بقى في السنغال في الكاميرون في فرع المحترفة مالي في المغرب في التونس في الجزائر فرع دي يا طلع لأن انت هنا في فرق بينك وتلعب منت ومن تحركات مركبة ده ما بسنوى كابت تبقى موجودة عشان تخلخ يعني ما يبقاش تحرك واحد فقط لا 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 كذا تحرك لا 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 انت فروق في الحتة دي زي ما كابت شريب يقول انت النمط كله يبقى عينك على صلاح طب انا مسكت صلاح من البدائل لا ده انت لازم من البدائل هشتغل فردي مرموش لوحده وترزجي لوحده وزيزي لوحده وصلنا لنقطة الصفر تاني اللي هي الشغل الجماعي مش موجود الشغل اللي بيصب على صلاح يبقى بيستعمل سرعاتي وخطأ وصلاح بيستعمل مهارته طب انتو شوفتوا مبارح منتخبنا المتخب اللي ده ممكن بيساعده ان هو ينقل الكرة ويطلع بيها كابتن هل ده بيبقى مبشر بعدين انت بتتعود على كده لا هو انا مكناش بنعمل كده احنا كنا لو تفتيك طويل 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 هو بيعمل حاجة بيعملها فريرة في الزمالك هو عمل حاجة كويسة برضو الاول اللي انا قلتاك خلي المساحة دي ودي سهل تتعمل مع فدها زي الناي كنفاش ايا مشكلة وعلاجه برضو لما يتلاب عن مكان ودخل زيزو خش يا زيزو بعد صلاح ويخش زيزو ويطلع البكرات بتاعك يشتغل فانت مركب زي ما انت قلت كتير انه ما عمل حاجة كويسة جدا وهي بناء الهجمة من تحت وانه بيشتغل دايما في حالة الهجوم في 25 متر وفي حالة الدفاع في 25 متر يعني لازم طلوع المدافعين وراء نص الملعب بسرعة تديق المساحة في بناء الهجمة ولازم رجوع الناس اللي قدام في نص الملعب لما طرح تقطع بسرعة وبالتالي نجاح نادي الزمالك وحصوله على الدور في الماضيشات الاخيرة دي اللي كان بيعملها كان بيشتغل في 25 متر دايما لعيبة الزمالك كانت تبقى تحت الكور هو بيحاول يعمل دي بردو مبرح بس بردو محتاجة مع احترام الاحجازي سرعات عالية والعيبة تطلع بسرعة من تحت لان اي دليل في الطلوع يوسع ستريتش في الملعب بيعمل مساحة بين الخطوط مع سرعات زي الله ايو انت اعمل لك مشكلة اتفادر كامل فلازم الطلوع من تحت زي بالزبط المنقول ان حجازي رابط في ايد مصطفى محمد بحبل طوله 25 متر يعني مصطفى لما يطلع لقدام شد معا مين حجازي حجازي لما ينزل شد معا بس شرط ان الحبل ما يتقطعش 25 متر بس يا روقة هي لازم لازم حتة التحضير دي انت كراجل فروض ما بتلاقي النقل من تحت والتحضير تاخد نفسك وتتحرك 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 وبيبع عندك رؤية انك تتحرك في مساحة معينة انت ما بتنقل صح بتدي الثقة لنفسك وللحتة الهجومية ان انا اقدر ان ما توصلنا يكون ايجابي اما بيحصل طويل ما هي معروفة ان انا هشتغل مع السرد باك هتردي بقى نص من لعب انا عصدي برضي كبتنا عام كبتشيف ان خلاص انا كراجل بيتفع على لعب او اثنين او اثنين او ثلاثة زي ما انتم كلمتوا كده بإشارة معينة سواء بقى من لعب او بيه هو شخصيا يبتدوا ويشتغلوا عليها احنا هل احنا شفنا ده مبارح في لعب او اثنين او ثلاثة لا انا شفت ان هو زي ما بقولك بدأ يشتغل في المساحة دي نمرة اثنين بيخلق المساحة في حاجة تانية مهمة جدا هو بيبص عليها وبنت في لقطة او اثنين يعني فهمش يعني ياخد بالا منها اللعيبة الكورة مش الجمهور انه بيزعق وبيتكلم مع اللعيب اللي معاش الكورة يتحرك من غيره الكورة ودي اكتر اكتر حاجة ممكن ان انت تتعب اي منتخب انت عايز تتعب اي فرقة لازم اللي معاش الكورة يتحرك كتير كابت المهولة وانت زي ما حداك بتقول لو انا سردباك خدت صلاح من ناحية الباكليفت وخدت بصلاح جوه التحرك بازيز ومرموش ومحمد وصف محمد لازم تبقى الحركة الروتيشن في التدوير دي شغال كويس فيه اللعيبة كتير يا عم فيه اللعيبة ما عنداش دي اه فيه بالرافو عليه كتير